كل ما يدور الآن من حديث القاهرة وغير القاهرة من مدن مصر وعواصمها فضلا عواصم محافظاتها فضلا على العالم كله ضجة صاخبة حول كلاب هاوس والبرنامج اللي بقى والتطبيق اللي بقى حديث الساعة وانه المصريين كمان دخل في غرام شديد جدا لهذا التطبيق واخر ما قرأنا من دراسات بتكلم عن سعودية ومصر ولبنان اكتر البلاد العربية استخداما للكلاب هاوس ورغم طبعا الاستشعار بالخطر الامني عند الاجهزة الامنية لهذا التطبيق فضلا على انه يؤكد انه العالم في تطور دكتولوجي اتصالاتي لا يمكن باي حلم الاحوال ليتحمل احد يعني الخروج عن هذا الحيز الهائل من التقدم التكنولوجي فيما يخص الاتصالات تحديدا وعايز اشير هنا الى ان مصر تسجل حظا عظيما في التقدم ما بقولش ان احنا وصلنا للأحلام يعني بس بقول ان احنا تقدمنا كثيرا جدا في الفترة الاخيرة انتم عارفين كان فيه طفرة كده في قطاع الاتصالات مع مهندس احمد نظيف ودكتور احمد نظيف ومهندس طرق كامل فيه اوائل بقى ما مناشأت فكرة الاتصالات ووزارة الاتصالات ودخول بقى علم التكنولوجيا والاتصالات مصر على اديهم يعني هم الحقيقة من الناس اللي بد ان يشار الى ريادتهم في هذا المجال ثم حصل خفوت ويعني تراجع لأسباب كثيرة يعني منها الظروف التي مرنا بيها وغيره حتى الفترة الاخيرة اظن في العامين الاخرين مع وجود الدكتور المهندس عمر طلعت وزير الاتصالات وهو رجل مثقف كبير يعني عقل من العقول الدابها في مصر واحد كمان من المثقفين العارفين العالمين المحبين العاشقين المغرمين الشغوفين بتاريخ مصر والذي يقرأ التاريخ يعرف كثيرا كيف سيتجي الى المستقبل لما يكون كمان بيكتب في التاريخ لانه واحد من اجمل الكتب اللي صدرت فيه عن ثورة 19 وعن مجتمع مصر في ثورة 19 وما بعدها هو كتابه اللي كان بوزير الاتصالات الحالي دكتور عمر طلعت كتاب سعديون وعدليون وكتاب ممتع امتاع لا حد له ورؤية شديدة للجمال والعمق والروعة ومسح كده تاريخي وبحثي هائل لهذه الفترة ولهذين الشخصيين خصوصا انه الاتنين ده انا غالبا هتكلم عن الكتاب ده منفردا في وقت من الاوقات يعني لكن ده كله يودينا الى انه فيه استنهاض همة فيما يخص الاتصالات في مصر عندي دليل واضح جدا وهو انه مصر ترتبها كان في سرعة الانترنت في افريقيا في افريقيا مش في العالم الاربعين كنا رقم اربعين في افريقيا مصر لغاية السنتين فاتوا كنا رقم اربعين في افريقيا في الانترنت حاجة يعني مش مزعجة ومؤسفة وبائسة ارادة دولة واضحة بقى في الحكاية دي مع نباهة وزير مع طبعا يعني امكانيات مكرسة لهذه الخطوة اذا بينا ننتقل من اربعين من درجة اربعين الاربع قفزة رهيبة في سنتين ده مؤشر لقفزات كثيرة لكن لنا اها يعني حتى لما نشوف في المؤشرات كلها ترتيب سرعة الانترنت الارضي في افريقيا اتنقلنا في سنتين من الاربعين الى الرابع جاهزية الحكومة للزكاء الصناعي خد بالك جاهزية بمعنى الاستعداد بمعنى البنية الاساسية للزكاء الصناعي محدش قال ان احنا عملنا للزكاء الصناعي بس عندنا جاهزية من مية وحداشر عالميا الى ستة وخمسين مؤشر الشمول الرقمي من اتنين وخمسين الى خمسين تقدم محدود لكن تقدم مؤشر جاهزية الشبكة من اتنين وتسعين الى اربع وتمانين مؤشر محدود او صعود محدود لكن متقدم عدد الصفقات الاستثمالية للشركات الناشئة احنا الاول في الشرق الاوسط الشرق الافريقي ليه كلام ده مهم لانه كل ما منفكر في اي تقدم في المجتمع المصري وفي الدولة المصرية الان سيقوم على اكتف الاتصالات وعلى اكتف التكنولوجي فاذا ما انت عندك انت ما عايز تقول حكومة الالكترونية عايز تقول رقمانة الخدمات عايز تقول صادرات رقمية تكنولوجية كل ده لازم يبقى عندك البنية الاساسية للاتصالات في مصر كل ده معانا انك لازم تبقى مجهز تماما للانطلاق ازاي بالبنية الاساسية للاتصالات انا يخيل لي يخيل لي ان البنية الاساسية للاتصالات في مصر اهم بالبنية الاساسية للنقل على اهمية كل البنيات الاساسية لكن في المحصلة الاتصالات يعني هي المستقبل هي الحاضر مش بس المستقبل يعني خليني اقول لك وبمناسبة برضو قرية مصر صح من خلال خريطة الاتصالات انا اقولت لكم ان 95% من المصريين كارت و 5% فطورة عايز اقول لك انه مثلا احنا في مصر بنشتري سنويا بنصرف سنويا 30 مليار جنيه على التلفونات المحمول من شراءها الى تشغيلها بقى الى خدمات 30 مليار جنيه بنشتري 20 مليون موبايل في السنة بالمناسبة عشان برضو نعرف واقعنا كويس منهم 300 الف ايفون بس عشان نعرف 20 مليون منهم 300 الف ايفون عدد محدود ونشقول لي وناش شاي لأيفون يا سيدي 300 الف الباقي شاي الابو والحاجات التانية الطيبة الغلبانة اللي على قدهم فيعني ناخد بالنا بس احنا مش عايزين نقع طول الوقت ناخد مظاهر 2-3% 5% 300 الف من 20 مليون ونمسك فيها باعتبارنا شعب غني ومعنا فلوس اهو ما يدفعوا بقى دي نقطة مهمة قوي لان انا عايز اواري لك كمان باقات الانترنت السابتة في مصر في مصر شراح مستخدم الانترنت السابت في مصر شوف الباقات الباقات اقل باقة وارخص باقة اللي هي 136 جنيه من غير الباقة ما نحسب الضرائب والرسوم وبتاعت لها تضرب عن كده كمان كان واحد 78% من المصريين مش اقل او الستة مليون او السبعة مليون العمل بتوع التليفون السابت بتوع المحمول في التليفون السابت 78% منهم اللي هي اقل باقة مالا تكلفة وسعة وسعرا 78 ده اللي بعدها كمان الـ 12% اللي هم برضو يعني حاجة طيبة برضو يعني 250 جيجا بايت فلو عملتهم مع بعض يبوا كام يبوا 90 90% البقات الارخص المحدودة والفقرانة كوي يعني خير وبركة يعني بس في المحصلة الارخص 90% البقين بقى حتى تشوف ماكس وطيرة والحاجات دي بديكلم في 11 من 100 واحد من 10 وفي واحد من 100 اللي هو بقى بيدفعت واحد تيرا بايت بيدفع 1140 جنيه في الباقة واحد من 100 في المية بس نعرف مصري يا جماعة ونقرها صح تعالى شوف مدى الصعود اللي بيحصل في قطاع الاتصالات علشان نشير الى إنجاز حقيقي يتبني عليه العام السابق كنا 92 في مؤشر جهزية الشبكة بين 84 عام الحالي الناتج المحلي اللي اقتع الاتصالات وهو قليل على فكرة يعني هو 107 مليار جنيه بعد ما كان 80 وبعد ما كان 93 فزادوا بقى 107 مليار رغم إنه قليل بس زاد رغم إنه إحنا طموحنا إنه يبقى أرقام أضعف مضاعفة للرقم ده خصوصا لما شوف نسبة مشاركته نشوف اللوحة التانية في الاقتصاد المصري نمو الناتج المحلي الإجمال بتاع الاتصالات كان 17% 18-19 نزل 19-20 15% ده طبعا يعني النزول لابد من دراسة أسبابه وإن كان ربما يكون كورونا جزء كبير من القصة يرجع تاني في العام الحالي ل16 العامل لسه فضله كذا شهر فضله دقيقة نحن لسه يا جماعة شهر 7 عام المالي يعني يلا نروح للبعد كده نمو عدد العاملين كان 233 ألف بقى 281 ألف طبعا أنا شخصيا أعتقد يعني إحنا عايزين نبقى زي الهند والفلبين والدول دي في حجم العمالة في قطاع الاتصالات اللي هي نجاح أولا الهند نجاح مبهر يعني خلينا يعني الهند بالنسبة للاتصالات وبالنسبة للإنترنت والتكنولوجي دي تقريبا من سادات العالم خلينا نجاح في الفلبين خلينا وبالمناسبة يعني في الفلبين عشان تعرف إحنا مثلا إحنا عدد سكان يمكن مساوي البعض أوي أو ريب من بعض إحنا بنجيب 20 مليون موبايل في السنة في الفلبين 80 مليون يعني حجم حجم المنافسة أنا شخصية رأيي أنه طول الوقت ننبص الجنوب أفريقيا كمنافس في أفريقيا ونبص الدول آسيا كمنافس في العالم ونصعد من خلال الطموح ده تعالوا نشوف ما بعد نمو العدد العاملين نمو الصادرات الرقمية وهو نسبة محدودة وضئيلة ويجب أن تكون مصر بدل أربعة واحد من عشرة يباربعين مليار لو ركزنا وكسفنا وخططنا وفي خطط تنفذ لكن مرة أخرى المؤشر صاعد من ثلاثة واثنين من عشرة ثلاثة وستة من عشرة أربعة واحد من عشرة أربعة مليار واحد من عشرة فالمؤشر صاعد اللي 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 حسسك أن الخطوات ماشية سليمة وأنه المنجز هيتم وأنه الطموح قائم أنه في صعود ما فيش سبات ولا تراجع وده رغم أنه أرقام مش الطموح الكبير إلى أنها بتقول أن نقدر نصنع هذا الطموح كير نصنع إزاي بخطط بقى واستراتيجيات يجب أن احنا نكرس لها يعني جهد كبير جدا يعني يجب أن تكون أو يكون قطاع الاتصالات في مصر قطاع استراتيجي قطاع مركزي محوري قطاع لا يقل عن أي قطاع استثماري في مصر أنا أتصور أنه احنا مجغولين بالإسكان قوي ومشغولين بالنقلة قوي أنا رأي الاتصالات لازم يكون انشغال أضعاف مضاعفة لماذا ده الملف الأهم لأنه ده ملف المستقبل ومنازمة المستقبل وزارة الاتصالات نفسها عاملة مبادرة لتدريب خريجين أقساب المعلومات والهندسة على التعامل وعلى بناء مشروعاتهم وازاي بقى أنجز ده هل على أرض الواقع هل فعلا قدمنا كده نمازج نجاح من شبادنا اللي نبقى طامحين نبقى على المستوى زي العالم كله ما فيه شباب قادر على أنه يعمل تطبيق لبلده ونكسب منها مليار المشروعات دي والأمال دي هي التي يجب أن تكون على خارطة مصر بقوة ويجب أن تكون هم كل مسؤول مصري صباحا أنه زي يحول طاقة الشعب المصري وشبابه في التعامل مع القطاع الاتصالات إلى ثروة حقيقية طبعا كلنا أنا وأنت وكل الناس هقول لهم ده أنا أبني ما بيقومش من على كمبيوتر ده أنا بأس بيعمل إيه بيعمل إيه بيلعب بيلعب ألعب رقمية ودي فرصة نبقى أنكلم دكتور محمد الجيندي في الموضوع ده في الأربع القادر بإذن الله أو بيطرج على مسلسلات وعلى أفلام أو على فيديوهات احنا عايزين ولادنا يعودوا على الإنترنت أو يعودوا على الكمبيوتر فعلا يبدعوا يبتكروا يصنعوا يستثمروا وهذا شيء مما جرى لكن في كليات بتتعمل جامعات بتتعمل دلوقتي واعتقد انه في السنوات القادمة يمكن ان يكون هذا علما فوق حلم لكن خلينا نشوف في الواقع دلوقتي نمازج من شبابنا بعض الفاصل نحاورهم من بيوتهم اللي هي شركتهم التالي في حديث القاهرة كيف تشتغل من البيت ولا تتقيد بوظيفة حوار مع أربعة شباب حديث التخرب عملوا مع شركات عالمية من منازلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر